أول مبادرة بمبادرة طيبة أول لقاء اجتماعي ما بين مكتب فتح رياضي النظري وهي لا رياضي النظري وخاصة كتهم مصلحة الفريقين بجوج هي مسألة دعم للمجالس المتخبة لمدينة النظر نحن نعيش منذ سنين لهذا كما نقوله الإقصاء خاصة في صرف المناح الفريقين وخاصة في هالظروف اللي كنعيشوها وكتعيشها القرى القدم النظرية ما بها فتح رياضي النظر وهلال وكنشوفوا القرى غادية في واحد الاتجاه رفع المستوى في جميع الانحاء المعمور الوطن الملكة المغربية إلا النظر ما بغلش يتطور وخاصة القوانين الجديدة والمنظومة القروية اللي أولادك تطلب إمكانيات وبنية احتياء ولكن نحن منذ سنين كان نطلب المجالس المتخبة من أجل كما يقوله يواكبوا تغييرات لكي نفع المجال الرياضي ولكن لا حياة لمن تنادي ومن هذه الجلسة اللي درناها مع إخوان دينا دينا النظر اللي كان عارف كما يقوله الحالة دي لهم جيدة متضهورة في المجال المادي كتر مفتح رياضي النظر اللي كيعيش تنقلات شاقة وصعبة ولا حياة لمن تنادي دائما أكررها ولكن القرى في المدينة النظر تراجعت ورغادي كتتتراجع وغادي جواح الوقت ربما ما غادي تبقى أمني المسؤول المسؤول هي المنتخبون دي المجالس لإن المنحة التي تتعطى منحة ضعيفة وهزيلة ومع ذلك وما تصرف شيء الوقت دينا حنا من هذا البلاغ هذا اللي خرجنا به أمس هو بلاغ كما يقوله ولكن يبلغ تحسيسه للمنتخبون رئيس مجلس الجماعة الحضارية ورئيس مجلس إقليمي و كما قالوا ب واحد للأخر غير كما نقوله غير مباشر للسيد العامل لأنه المسؤول أول على المدينة لا يعقل لك نشوفه في جميع المناطق السادة الولاة والعمال يهتم في المجال رياضي بعد المناظرة لصاحب الجلالة 2007 لكتحث على السلطات العمال والولاة وليه واحد الاهتمام في المجال هذا القرية القدام وخاصة ولكن نحن النظر لن يتغير ولم يتغير وحتى ما كان الأبواب مقفولة منذ قدم الزمان وما زال كتستمر في إقفال دي لها في وجه القرية القدم النظرية كانت سألوا وما زال معرفنا الجواب ولكن مسؤولون عندهم الجواب وهذا من ناحية ومن ناحية تانية أما هذا ما الذي سيزيد تقل الكهين القرية القدم ونحن نطلب دائما سلامة المواطن ومملكة المغربية من هذه الوباء الفاشية قولورا قولورا التي أصبحت كما تشكل خطور على العالم ككل ولكن نحن دائما إن شاء الله من أجل سلامة وحفاظ على المواطن المغربي كان قرارات التي خرجت بها وزارات داخلية محترمة تجميد النشاط أي جماعة التي تفوق من 50 فردا ومبارة فيها تجميد النشاط القروي وهذا سيزيد كما قلت في التين بلت خاصة لأن سيطول المدة الزمنية لكي تنتهي هذه البطولة لهذا الموسم وهذه تطلب أجهور وإمكانيات مادية لجامع الفروق ولهذا السبب هنا قرار لنصعد إلى مجالس المتخبات لديها رغبة لتجاوب هذا البلاغ الذي يفتح كما قل كبالاغ لأن من حقنا كفروق من المدينة النظور لتصل من لأن السنة المالية تبدأ من 31 في شهر 12 سنة 2019 وإحنا 2020 دبا فيها تلتشهود دزد إلى حد الساعة ما زل ما معرفنا واش كان منحا ولا ما كانش ولكن يجب على رئيس مجلس الجماعة الحضرية الجديد وعضو السابق في المجلس السابق باش يكون إنه شاب قصيعت الأولويات للقرى باش احنا دائما نعيش على أزمات سيرية في المجالات الرياضية هذا بلا ماش إنظار ونتمن الرئيس مجلس بلادي ورئيس مجلس إقليمي والسيد العامي يعتبر واحد الأهمية كبرى باش ما اتطور ش الأحداث عقد بالأمس فريقي الفتح والهلال للرياضي النظوري لقاء لتدارس وضعية الفريقين والرياضة بصفة عامة بالإقليم فبعد نقاش مصطفيذ تبين أن مدينة النظور تعرف استثناء فيما يتعلق بدعم القطاع الرياضي على عكس المدون الأخرى التي توصلت فيها الفرق التي تمثلها بمنح المجالس المنتخبة وبدعم مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية نحن في مدينة نظور على بعد السبعين قليلة من نهاية البطولة وفريقي الإقليم والفرق الأخرى لم تتوصل ولو بدرهم واحد من حقها في دعم المجالس المنتخبة وبقي المؤسسات لذلك ارتعينا إلى توحيد الجهود وإلى إصدار بيان أول مشترك بين الفريقين ننبه فيه السادة رؤساء المجالس المنتخبة إلى أن الوضعية المالية للفريقين جد متأزمة وعلى السادة رؤساء المجالس المنتخبة أن يتحملوا كامل مسؤوليتهما وأن يتحركوا عاجلا من أجلي الصرفي منحي الفروقي الرياضية عندما نتحدث مثلا عن الجمعة الحضرية للنظور التي يسيرها إخوان نكن لهم كل تقدير والإحترام لكن الأمور داخل الجمعة الحضرية كما يتبين لنا الآن أنها تسير الأمور بطريقة جد بطيئة لذلك نوجه نداؤنا للمكتب المسؤولي للجمعة الحضرية للنظور أن اختصاصة المجلس ليس فقط التفويضات ورخص التعمير وتزفيد الطرق بل أن هناك أيضا قطاع رياضي مهم يساهم أيضا في التنمية يساهم أيضا في الرواج الاقتصادي داخل المدينة متضرر أيضا ويحتاج لدعم الجماعات الحضرية في أقرب وقت ممكن إذن كما قلت هذا البيان تحسيسي لتنبيه إلى الوضعية التي يوجد فيها الفريقين كخطوة أولى بعد ذلك إذا لم نجد آذانا صغية لهذا البيان سنتحرك في اتجاه آخر من أجل التصعيد والمطالبة بحقنا في الاستفادة من الدعم في الوقت المناسب وقبل نهاية البطولة على غرار باقي قليم ومدن المملكة خصوصا في هذه الظرفية التي أعلنت فيها الجامعة الملكة المغربية لكرة القدم الجهاز الوصي عن كرة القدم عن قرار تعليق البطولة إلى أجل غير مسمى وهذا القرار سيزيد من متاعب الفروق مما سيزيد من مصاريف الأندية في هذه الفترة وسيطيل من عمر هذه البطولة أتمنى صديقا أن يلقى هذا النداء أذانا صغية من طرف المسؤولين وسنواصل التنسيق مع إخواننا في المكتب المسير لفريق فتح النظور كما ندعو باقي الفرق الأخرى إلى الالتحاق بهذه المبادرة التي أطلقناها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وردي الاعتبار للقطاع الرياضي بالمدينة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر